هذا الأسد كان بيشعر في تجوع كتير وبعدها بيحسن يسطاد غزال وبصير الغزال يترجى الأسد أن يتركه في حال سبيله وبعدها بيجي صغير الغزال وبيصير يبكي أمام الأسد وبيظار أن الأسد بيمثل أنه شديد وقاسي وبعدما يحزن كتير ويتأثر في موقف الغزال بيقرر أنه يتركهم في حال سبيلهن ورحتنصدمه بس تشوفه شو رح يصير بعدين بس بل ما نكمل أتحداكن تشتركه وتعملوا لايك ونتم غمضين نحيونكن وزحب بينا نكن تتعلموا لغة الحيوانات وتفهموا عليهم الكل يروح ويحمل هذا التطبيق رح تلاقوا الرابط في أول تعليق مسببات فهم بعد ما يعفل الأسد عن الغزال بيظار أن الأسد عندها عائلة كمان وبتكون زوجته أمانت شوية طعام ومنفهم السبب يلي خلى الأسد يعفي عن الغزال فلا تنسوا تحملوا التطبيق وكتبوا في التعليقات الدرسية اللي تعلمتوا من هي القصة